كارترون استفزك؟ ما هو اللي بيجي يقول لك بقى ها؟ ما تتكلمش ما تعملش ما تسويش ماشي بس المنافس بيعمل ايه؟ ما يطلع مدرب الاول نسمع منه عشان نعلق عليه صح ولا غلا نسمع ميسيو كارترون بسهن كارترون بسهن كارترون هن law enforcement اقرأ مرحبا لأني أقرأ من المنافس بواقعش وهو ملاقف ملاقف سيقع 3 ماشراء مع ملاقف مع ملاقف عندهده آفاء دونت أهل الكمبيدرالية ملاقف يقول لده دائما والمريد امبي خلاص هيبقوا اكينهم مشاته الداية دول الاتنين ضمن ان هم مش مفيش كونفترية بسبب الموضوع اللي اتحدد خلاص النهاردة ده فبالتالي احنا نلاعب فرقة بتلعب عدو الهبوط وهم هيلعبوا فهم هيتبقى بتصرعوا الهبوط حتى التالية من غير اي دوافع فبقيت ماشاته مشاته الداية شوف اه عزيزي براهيم كرة القدم دي اه تسمح لك انك تقول اي حاجة امم يعني يعني مسا تيجي تقول ايه اصلي اين فول مصري مصري خلاص ضمن فمش معدوش دوافع ها طيب انه مصري كان ضمن النهاردة ولعب قدام بيراميد عمل ايه مكيس بيراميد هل المصري اه 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 انتهى واحد صفر اه خلص واحد صفر مش كده اه طيب فهو ضمن طيب تيجي تاخدها لو انا بقى عايز اقولك طيب انت لو لعبت الاتحاد في الظروف الطبيعية الاتحاد كان حيلعب انه ما يخسرش منك كان حيصعب عليك الماتش غير انه يلعب عايزك سبك فسهل عليك المساحة انه عنده فرصة يخوش فابتدى يهاجمك فالجيم بقى مفتوح من هنا اسهل انك تلعب قدام فرقة كبيرة متحفزة ولا تلعب قدام فرقة كبيرة بتلعب جيم مفتوح كل حاجة تحتمل اللي عايز يروح عشان يأكد مزاعم عنده او شكوك عنده حيروح فالكلام بس يعني برضو بتتكلم على القاه وده مش اقول مرة باستمرار يقارن ويجيب سيرة القاه واحنا مش عايزين نجيب سيرة حد بس مضطرين بنرد على حاجة زكد هنعمل ايه انت عايز تقول ماتشاتي اسهل اسعب من ماتشاتي الالي جيبتان من اين دي جيبتان من اين كما انت فيه فرق ممكن تلعبها وهي انت بتلعب الانتاج اخر ماتش وهو خلاص الله اعلم لا يعني وفقا للجياد والخلاص لأ يعني حيكسب الخمس ماتشات الجاية حتى لو كسبهم مبعيد قوي لا لو كسبهم هيبقى خمسة وثلاثين ماشي بس هل ده وارد يعني بما فيهم ماتشات يعني يعني اتمنى كان المسؤولين على الاقل يعني اللي بيزعلهم الكابتن السايدة اما بيقول تعليق ما وده تعليق من مدير فني علينا وعلى الفرق اللي حتلعبنا واحاءات انه معيوب ومش مهتمين وحتى الكابتن بديده يقولك ماتش المصري كده هيبقى ودي ليه ودي ليه تمه النهاردة المصري عايز اقولك انه بيتش موسيماني اتعاقب بغرامة من اتحاد الكرة لمجرد انه قال انه في جنوب افريقيا الفرق اللي بتشارك في البطولات الخارجية التحادات بتريح اتحاد بيرعيها في الجدول لمجرد انه قال كده خد غرامة مالية كبيرة واعتبر ان ده طعنا في مستوى المسابقة المحلية او كلام فيه ايحاء على المسابقة المصرية طب هو دلوقتي الكلام بتاع كارتيرون عن المسابقة وعن ترتيبات المباريات ده كلام بريء ومفهوش مسئولية الاصل في المسألة انه كارتيرون او بتسو موسيماني او غيره المسابقة المصرية لا يحترامها من الجميع لانه فيهم ناس بيشتغلوا كانوا في مناطق اخرى كارتيرون كان بيشتغل في مناطق ما قدرش يتكلم فيها الكلام ده خالص اللي حط الجدول واللي فرض الجدول بهذا الشكل لكان هيعرف انك لما هتوصل للمسألة دي انبهيب وضعه ايه ولا طلاعي الجيش عامل ازاي ولا الاسماعيل المطمئن النهاردة ما هو الاسماعيلي ما عندوش اي مشكلة ما عندوش طموح يوصل للمربع الزهبي او يشارك في الكونفدرالية وما عندوش مخاوف من الهبوط ومع هذا قدم مباراة كبيرة لعب لصالح اسمه لعب لصالح اسم الاسماعيلي كاسم كبير فهي دي الفكرة يا خواجأ شوية شوية المسابقة المصرية محترمة انديتها دي ظروفها لمحطوطة عشان تخدم الاهلي ولا محتاج ان انت تكسب بنت فاتباني ان انت اكثر حرصا واهتماما الامور ما هيش كده خالص اشتركوا في القناة